انا باسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالريفع في رحاب قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح شهد المساء الحار بحضوره رغم برودة الأجواء افتتاح معرض تشكيلي للوحات طوعت بريشة رسم رفيعة بقيمتها الفنية وما زاد الرسم روعة هي تلك الرسالة التي أرادت الفنانة الشيخة هلا بنت محمد الخليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار تضمينها في جميع أعمالها المعروضة فبين كل لوحة وأخرى مسج لوني وإشارة نوعية للجمع بين الموروث الشعبي المتمثل برياضة القنص يجسدها برقع الطير في إشعار السقر القناص الطمأنينة وبمنحه السكينة والهدوء من جهة وبدوافع الوقاية التي باتت الكمامة تحققها كواحدة من أهم مفردات حياتنا الراهنة أظهرها ظرف استثنائي مربك أصبح يحيط بكل تفاصيل حياتنا منذ أن ألقت جائحة كورونا بظلالها على طريقة عيشنا اليومي من جهة أخرى طبعا هذه التجربة تتكلم عن برقع الطير وهو مرتبط كجزء أساسي من هويتنا التاريخية ومن عمق هذه الرياضة عند أجدادنا وأبائنا وكانت تشبيه يأتي في صيغة هذه الأعمال الفنية التي تسلط الضوء على برقع الطير هذا البرقع الجميل الذي ما زال يصنع في مملكة البحرين بأيدي حرفيين يمتازون بهذه الحرفة هذا البرقع هو رمزية لهذه الكمامة التي نلبسها في هذا الوقت الكمامة أصبحت جزء من أيامنا وهي تعطينا الشعور بالراحة بالطمأنينة عندما نلبسها وهذا البرقع أيضا للطير يعطي الهدوء وهذه الطمأنينة معرض جميل معرض رائع ما قصرت الشيخة على الفن الجميل وعلى أحياء الموروث البرقع اليوم هالأيام احنا لابسين فرح بس هذا هو البرقع الطير لوحات جميلة منحوتات جميلة يعني حقيقة شكرين لها إلهام فني وحس نوعي لرسامة استطاعت بلوحاتها أن تمد جسرا من الإبداع الذي قارب الأشياء ووازن بين المعاني بدقة عالية وبجمالية غير تقليدية تآلفت بين ثنياها ذاكرة التراث وموروث الماضي الذي خطى تفاصيله الآباء والأجداد بأسلوب عيشهم وتقاليدهم وهوايات كانوا يمارسونها ويحرصون على المحافظة على قيمتها باعتبارها جزءا من ثقافة الأسرة البحرينية الموضوع من بساطة والقدرة على أن تخلق من هذا القناع السمفونية رائعة في هذا المحل أيضا رائع فهذه في حداته خلق إبداع فهي هذا الذكاء الخارق من خلال الشيخة هلاء اللي هي دائما متقدمة في هذه النواحي عندها الحس تكوين المكان وروح المكان تخلقها في هذا الجو المتبادل ربطت الفنانة هذا النقاب به وضعنا الحال الآن بأن النقاب أصبح يشكل يعني شعار من الإحساس بالأمان والإحساس بالراحة وأعتقد أن هذا هو الرسالة الآن هذه الأنشطة التي تتحيي الجوانب الفنية والثقافية والحضارية للمجتمع البحريني أعتقد تستحق كل الإشادة يعكس التغير الذي حل في البشرية خلال السنتين لفاته التغير لم يكن على صعيد الشكل فقط وإنما حتى على صعيد مناحي الحياة بأغلبها الناس كلها كانت في فترة ترقب وانتظار لمرحات الانطلاق والعودة إلى الحياة مجددة وهذا المعرض يعكس هذه الأشياء من خلال لوحات فنية ذكية ومتنوعة ولكنها كلها تصب في موضوع واحد لوحات رسم متقنة عبرت أفق خيال الشيخ هلا بنت محمد الخليفة التي أصابت بربطها العجيب لتستميح الفن بأن يكون أداة نجاة تدلل على الخطر لوجوب تفاديه بشتى الطرق والوسائل الاحترازية مبقية على سمو فن الرسم وما يختزنه من طاقة دافعة تستلهم قوتها من أصالة واثقة وحداثة طامحة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات